ليس إن ده مش ده مهم المهم هو أن أعثر على مواد غير المنشورة وإن لأنا كنت أشك في صحتها وإن بعضها مؤلف وبعضها من قبيل التفكير بالتمني لدى كاتبيها وللأسف منهم أسماء ودكاترة ومشايخ ويرددوا كلام فارغ لا أساس له من الصحة متعلق بهذا الرجل وطبعا كلها حاجات جيدة بغرض إظهار أن الرجل تحول وحصل المقلاب في حياته وشيء من هذا القبيل خدنا سنتين ولم أنتك فيلما واحدا ولكن أنتجت فيلمين الفيلم الأول يعرض هذا المساء وهو فيلم موريس والفرعون والفيلم الثاني إن شاء الله يعرض يوم الثلاثاء المقبل الثلاثاء وليس الأربعة الثلاثاء في نفس الموعد نفس المكان اسمه من الكون الصغير إلى الكون الكبير المهم أن كل الفيلمين يتضمنان معلومات جديدة تماما المهم أنها موثقة إما من أفواه الناس الذين عملوا معه أو شاركوه في كتاباته منها كتاب تأملات في القرآن نشر عام 1989 بالفرنسية وكان مع البروفيسور محمد الطلبي ورسافرته إلى تونس عامده 87 سنة ربناك دير الصحة وكان متكلم ممتاز وهو يتكلم في الفيلم الأول الفيلم الثاني أيضا وكان صديق مقرب لبوكاي وحكينا تفاصيل كثيرة والفيلم المقبل فيه معلومات أكثر يعني أكثر إثارة للجدل كانت منشورة بشكل خاطئ كلها صحيحة وبالتالي استحق هذا العمل السنتين التي انفقتها على إنتاجه من بين بحث وبين كتابة من مصادر لم تترجم العربية وأنا أعتقد أن الناس الذين تتكلمون عن بوكاي لم يقرأ أي كتاب له بالفرنسية على سبيل المثال منه الكتب ثلاثة لم تنشر بالعربية وله كتاب بالإنجليزية اللي لم يترجم بالعربية هو كتاب هام جدا وأيضا متعلق به تفاصيل اكتشاف ممياء وتحديد من هو فرعون موسى النبي موسى عليه السلام فبالتالي استحقت هذا الجهد وبالتالي قررت أيضا أن أعمم الفائدة فعملت نسختين باللغة الإنجليزية من الأفلام نسخة ناطقة بالإنجليزية من البداية بمعلق أمريكي بالعنوين باللهجة الأمريكية باللغة الإنجليزية باللغة الإنجليزية باللغة الإنجليزية مع العنوين كلها بالإنجليزية العنوين المكتوبة بالإنجليزية واشتغلنا عليه واشتغلنا على الموسيقى والموسيقى كانت تنصر رئيس في الفيلم والموسيقى عملها لأسف ما جاش اليوم هو صادقنا سليمان الديكان وأنا وعدت وعد قلت له أنا سأبقي الجمهور بعد مشاهدة الفيلم يستمتع بدئتين موسيقى عليهم عنوين الأسماء الأخيرة اللي هو مشهد العنوين الختامين فأرجوكم لن تضاء الأنوار مش عاوز حد يوقف لأنه وعدت هذا الوعد وأرجو أن تساعدين على حقيقة هذا الوعد أن تصبروا دقيقة دائين تستمعون الموسيقى وتقرؤون أيضا الأسماء لأن الأسماء مهمة لأنها تعرفنا على المواقع التصوير كمية الجهد اللي بذلت فيها المؤسسات العالمية التي تتصنى بها وحصنى منها على مواد هذا كافي شكرا جزيلا وإذا كانت في أي تساؤل لا أريد أن أبقيكم بعد الفيلم ولكن في العشاء إن شاء الله ممكن نتحدث بشكل أوسع شكرا جزيلا